لازالت مدينة شرم الشيخ تصخر بالعديد من اللقاءات ومن التفاعلات والزخم الكبير حول هذه القمة قمة الكوب 27 في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ شبكة مراسلين ومفادي التلفزيون المصري ما زالت متواجدة هناك وتجري حوارات ولقاءات مع العديد من القادة والرؤساء والمسؤولين الزميلة سالي سالم وفدت التلفزيون المصري أجرت هذا اللقاء مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على هامش مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ مشاهدين الكرام ما زلنا في هذه المتابعة والتغطية الخاصة لفعليات مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية والتي تسلمت رئاساتها جمهورية مصر العربية صباح هذا اليوم ويكون لنا هذا اللقاء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دكتورة ياسمين أبراحب ساتك في البداية على شاشة تلفزيون المصري يعني الكثير من الأمال الموضوعة على عاطق الدولة المصرية باعتبارها صوت القارة الإفريقية من خلال أجندة موضوع عليها 14 ملفا تفاصيل هذه الملفات وما ستقوم به مصر في إطار تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي تمت في النسخة السابقة ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع أولا هو مؤتمر الأطراف المتعاقدة مبني على فكرة التعاون متعدد الأطراف والتعاون متعدد الأطراف والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون متعدد الأطراف فكرتها منبثقة من الموافقة والتوافق من كافة الأطراف فما فهش نتكلم على هذا الإطار ونقول هذا المؤتمر أو هذه الرئاسة نجحت أو فشلت هو النجاح بينسب للجميع والفشل بينسب للجميع لأن لو واحد بس أو يعني جهة واحدة أو دولة واحدة موقع لدي الاتفاقية يعني اعترضت على بند واحد أو نص بند بتوقف المفاوضات فده نمرة واحدة نمرة اتنين وده اللي أهم الـ 14 بند هي موضوعات أو توصيات تلات من جلاسكو على أربع مسارات مسار التخفيف وهو برنامج عمل التخفيف والوصول لدرجة حرارة الأرض قل لا تزيد درجة حرارة الأرض على واحد نص درجة مقاوية الجزء الخاص به التكيف والمراجعة مرة أخرى لما تم في خلال سنة للوصول الهدف عالمي للتكيف اللي هيتكلمه فيه في COP28 في الإمارات عندك الهدف العالمي الجديد للتمويل وهو فكرة هل الميت مليار هم مكافيين هم أصلا مش مكافيين فإحنا عايزين تريليونات والجزء الأخير الخسائر والأضرار وهو ده الحقيقة النجاح للرئاسة المصرية للوزارة الخارجية قدرت أنها تحصل عليه وهو تعبند للخسائر والأضرار على أجندة المؤتمر اليوم والموافقة عليها على المستوى الفني وبنأمل الحقيقة أن احنا نقدر نستمر في خلال الأيام القادمة بأن احنا وده هدف مهم جدا للرئاسة المصرية ولو الدولة المصرية أن احنا يبقى فيه تقدم في كل مسارات التفاوت بحيث أن احنا نقدر نعمل هذا التوازن ما بين متطلبات الدول المتقدمة والدول النامية فيما يخص القارة الأفريقية لدينا مجموعة من المبادرات الرئاسية بنطلقها الحقيقة في الأيام الموضوعية للمؤتمر عندنا المبادرة الخاصة بالطاقة لأفريقيا والانتقال العادل للطاقة عندنا المبادرة الخاصة بتمكين المرأة وجعل المرأة الأفريقية أكثر سمودا عندنا مبادرة تدوير المخلفات ودخول القطاع الخاص بالحصول على 50% الوصول لـ 50% من تدوير المخلفات بحلول عام 2050 ولدينا بعض الإجراءات الأخرى اللي بنأمل أن نحن الحقيقة نقدر أن نشتغل عليها لصالح القارة الأفريقية يعني بالحديث عن المنطقة الخضراء ونحن نتواجد بصدد هذه المنطقة وتم افتتاح الجناح الخاص بالوزرات المصرية ما يتم داخل هذه الوزرات في إطار الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية في قضية التغيرات المناخية عندنا طبعا المنطقة الخضراء أقولك بس قصتها هي بدأت إزاي؟ بدأت في 2015 لما في فرنسا عملوا منطقة موازية للمنطقة الزرقاء وهي المنطقة التي تخضع للأول المتحدة المنطقة الخضراء هي المنطقة اللي الدول اللي بتستضيف المؤتمر بتعملها لجذب الشباب والمجتمع المدني والمرأة والمنظمات البحسية وكذلك القطاع الخاص الحقيقة كان تكليفات القيادة السياسية ومتابعة دقيقة من دولة رئيس مجلس الوزراء إن نمرأ واحد تكون هذه المنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ في كمة شرم الشيخ يكون ملاصق للمنطقة الزرقاء فتبقى الناس قادرة تطلع من المنطقة الزرقاء تروح للمنطقة الخضراء نمرأ اتنين إن هي تكون مساحتها كبيرة جدا فإحنا عندنا مساحت العارضين وصلت لـ 12 ألف متر مربع طلبات كتيرة جدا على مدى الخمس خيام وهذه لا تعبر فقط عن الدولة المصرية ولكن في منظمات دولية موجودة معنا في شركات دولية قطاع خاص موجودة معنا الناس دي أو الجهات دي أو الفئات دي أصواتها ما هيش جزء من المصاري الرسمي لإتفاقية التغير من المناخ لها إجراءاتها ولها المنطقة الزرقاء فالحكومة المصرية هنا بتدي رسالة مهمة جدا إن لو هذا مؤتمر شمولي يبقى يجب أن يكون هناك مساحة كافية ومنظمة وتقدر إن هي تستوعب هذه الأصوات وتستوعب الأفكار والابتكارات على مدى نفس الأيام بتاعت المؤتمر فكل مؤتمر بيحصل يومين للشباب بيطلعوا ورقة بتروح لكاب 27 إحنا النهاردة بنقول إن الشباب المرأة الجمعيات الأهلية القطاع الخاص الجانب الأكاديمي والبحثي العامة وهما لهم تأثير كبير الحقيقة في القضية موجودين على مدى الـ 12 يوم وكمان عملنا حاجة تانية ليس فقط العرض إحنا على مستوى الأحداث الجانبية في أحداث جانبية بتتعامل في المنطقة الزرقاء وهو يوم التمويل يوم الزراع يوم المياه يوم الطاقة عملنا نفس الأيام دي داخل المنطقة الخضراء عشان نفس الأصوات دي تقول قراراتها وتقول الأفكار بتاعتها وناخدها بعد كده تبقى جزء من الأجندة الدولية وهي دي فكرة إن يكون مؤتمر شمولي مؤتمر متكامل ولكن الأهم مؤتمر بينظر للإحتياجات الإنسانية في قلب عملية تغير ماليخ شكرك مع الوزيرة شكرا جزيلا يعني مشاهدينا الكرام مازلنا في هذه التغطية المباشرة لفعاليات مؤتمر الأطراف ومازلنا في لقاءات متنوعة جندة موضوعة لجمهورية مصر العربية للخروج بتوصيات يتم تنفذها على أرض الواقع